بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا الأطفال يا سادة من أهم المعاني اللي موجودة في حياتنا أنا شخصياً ما باعتبرش الطفولة مرحلة سنية أنا باعتبر الطفولة قيمة وليست مرحلة سنية وتعلمت ده من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولما نيجي نبص على مجتمعنا وعلى بيئتنا ونسأل السؤال اللي احنا دايماً بنسأله في حلقة النهاردة بنسأل السؤال إيه اللي حصل لنا احنا عرضنا جمال تدين المصريين باستعالوا نسأل إيه اللي حصل لنا احنا عندنا ظاهرة لابد إن احنا ندرسها ونبص فيها بشكل واضح وبشكل قوي عشان ما نضيعش أجمل ما فينا لأن أجمل ما فينا هم الأطفال وهنا لازم نوقف مهمة جداً 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 وقفة تتعلق إزاي بنحترم لأطفالنا إزاي بنقدر نتعامل معهم التعامل حقيقي يحافظ على قيمتهم ويحافظ على إنهم النور والبركة والفتح اللي ربنا سبحانه وتعالى عزقنا به وعشان كده كنا لازم نتكلم هو مجتمعنا ايه أخباره مع عمالة الأطفال وخاصة كان مبارح اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال وانا النهاردة وانا جاي أكلمكم انا جاي أكلمكم وانسأل نفسنا قدي ايه عندنا احترام لقيمة الأطفال وعشان كده النهاردة عن نتكلم احنا موقفنا ايه من عمالة الأطفال ولكن تعالوا نشوف أهلنا وانسنا قالوا ايه عن عمالة الأطفال هي أولاً ناحية تعليم وجهل بالأسرة عدم ثانياً عدم وجود وعي بحقوق الطفل ده انه يعيش كطفل ثالثاً احتياج كثير من الأسر المصرية تحت خط الفقر الآن والله هو اللي أنا شايفه ان بالنسبة للعمالة بتاعت الأطفال يعني نتيجة ممكن ان ما فيش توعية من الأهالي الأمية اللي بتجاية بشكل كبير موجودة ما في مناطق الأقاليم ومناطق الأرياف بتخلي ان بيحصل هجرة للناس دي في المنطقة زي القاهرة أو الجيزة فبالتالي مخليها بشكل أساسي السمت العام للناس ان هي بتنزل أطفالها عشان تشتغل لان هو شايف ان الموضوع بقى غالي وشايف ان بقى هنا بوبلر لان الناس كلها بتنزل الأطفال فأصبح ان دوا شايفوا ان هو حاجة طبيعية احنا عندنا قوانين راضعة بالنسبة لعدم تشغيل الأطفال او في ضواوط معينة لتشغيل الأطفال للأسف ما بتنفس لا أصحاب المحلات بينفجوها ولا الأهلي بينفجوها ولا أي حد والله ده كارثة بكل المقاييس لان كده بتخلي الولد يبقى معه فلوس ممكن يعمل كل حاجة يتمناها لكن هو المفروض ان في قانون الطفل ان الطفل ما يشتغلش يكون دون سنة 18 هي بصراحة الخلفة الكثيرة وعدم وعي كمان علشان ما فيش تعليم يعني هما مش الجهل اللي احنا بنكلم عليه لا او الجهل اللي انه هما يعني ايه ما عندهمش وعي انه هما مثلا يقدروا انهم اتنين او تلاتة بكتير قوي اللي يخليفوهم علشان ما يبقاش عندهم عبئة لما يجيبوا عيال كتير الوضع المالي سي جدا للعائلة اللي هو يتربى فيها وبرضه برأي عدم فهم العائلة الأم والأب عدم فهمهم انه هذا بيسبب مشاكل كتيرة للطفل في المستقبل لا طبعا المفروض محدش من الطفل يشتغلوا صغير اللي حاجة يوم ما يشتغلوا كلامين ده في دراسه لما ينضل بعد سن 16 على اللي يشتغل يعنو كتير الأسباب اللي تتأدت اللي عامة الوريات ترجع ديه كلها لمشاكل وقانون الأسرة والنظام الأسري في المجتمع لأن فيه تفكك وحالات الطلاق قصر في المجتمع بقت عدادة رهيبة الموضوع اللي عملت الأطفال في السن ده غير قانوني حوار بوعا أن الطفل يشتغل ده بسبب التفكك الأسري اللي كلنا منشتكة ده وقت من التفكك الأسري الظروف المادية برضو دي من الأسباب اللي بتأدي للطفل يشتغل فيه سببين السبب الرئيسي قلة المادة والسبب التاني الأسرة لأن هي الأسرة اللي بتبعث الولد أن يشتغل هو ما بيطلعش يروح يشتغل لوحده لازم الأسرة هي اللي بتوديه هو ده اللي احنا بنراهن عليه احنا بنراهن على المجتمع وعي المواطن بأن عمالة الأطفال ده شيء بيدمر مستقبل وبيدمر الحاضر بيدمر فينا قيمة الرحمة وبيدمر المستقبل اللي احنا بنعد أولادنا عشان ياخدونا إلى مستقبل أفضل وأحسن أنا عجبني في البوبس اللي حصل ده وفي التقرير اللي حصل ده شوية حاجات مهمة قوي عجبني هذا التنوع والفهم بس في نفس الوقت كنت لازم ألاحظ ملاحظة أن بعض الناس قالوا حاجات ممكن تكون أسباب لعمالة الأطفال زي ما حد بيتكلم على أن بعض الناس بيجيبوا أطفال عشان هما يشتغلوا وما فيه الثقافة فبتأدي إلى عمالة الأطفال والناس ما بتحفظها على تربية أولادها ولا بيعلموا متعليم صحيح فبيضطروا لكن هو كمان فيه حاجات بتكون أحد الآثار اللي بتترتب على عمالة الأطفال وعايزين بقى نفهم إزاي عنا نتعامل مع الملف ده الملف ده مستهل الملف دوت في الحقيقة أنا شايفه شيء نموذجي ممكن ندرس فيه قد إيه إحنا بنتعامل مع قضية الوعي شيء نموذجي بيخلينا نقف قدام مسئولياتنا قدام مسئولياتنا اللي في الحقيقة أنا آسف أنا ما بقاش مبسوط إن أنا أبقى ماشي في الشارع وأتغاضعاً إن أنا أشوف طفل بيعمل وبيعمل عمل شاق وإن أنا أتجاوز عنده وأمشي لأ حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أكد فينا معنى مهمة أوي قال ليس مننا من لم يرحم صغيرنا إن أنت تمشي وتشوف الطفل بيعاني هذه المعاناة وتمشي وإنت عارف إن القانون بيجرم ده أظن دوت بيخلي المجتمع كله قدام مسئوليات إحنا فين من رحمة حضرة النبي وإحنا فين من قيمة الرحمة اللي هي مركزية في دينا يا جماعة من مقتضيات الرحمة إن الطفولة هي مرحلة التربية وليس مرحلة العمل إن الطفولة هي وقت مهم جداً جداً لبناء شخصية الطفل بناء شخصية الطفل وبيتبني على إن المجتمع بيرحمه على إن هو المجتمع مهتم بتنشئته مش إن المجتمع مهتم بيستهلاكه إحنا لما بنخلي الأطفال تعمل في سن مبكرة هو صورة المجتمع في عينه إن المجتمع بيستهلكه مش بس أسرته لأن فكرة أعمالة الأطفال مش جريء في سن غير قانون إن هو يعمل فيه ده مش بيكون المسؤول عنها للأسرة بس وكمان مسؤول عنها للشخص اللي قبل إن هو يعمل عنده طفل غير مناسب بيئة العمل بالنسباله عمل الأطفال بحجة تعليمهم الرجولة وتحملهم مسؤولية غير مقبولة على فكرة لإن إحنا ممكن فيه برامج بتعلم الأطفال إزاي يؤكدوا ذاتهم وإزاي ابنه شخصيتهم بعيد عن فكرة إن أنا أشغلهم عنده لإن الطفل ما يجبش إن إحنا نختازل سنوات طفلته ونمنعه من مرس الطفلته عشان ننقله لمرحلة عمورية أكبر منه بدعوة إن إحنا عن سارع في نطجه ده مش حقيقي أصحيح ممكن الطفل يجرب إنه هو إيه هي فكرة العمل مش إنه يشتغل في السن ده عشان يجيب مال جزء من مفهوم كرامة الإنسان بالمناسبة في قولي تعالى ولقد كرمنا بني آدم جزء من مفهوم كرامة الإنسان عدم تحويله إلى سلعة عارفيني الإنسان إزاي بتحول إلى سلعة لما يكون مرحلة عمرية هو مش مطلوب منه إنه يأتي بربح ولا يأتي بمال فأعرضوا إنه يتحول إلى أداء لكسب المال فساعتها بينزل الإنسان من علياء الكرامة إلى حضيط إنه يتحول إلى سلعة إلى حضيط أن يتحول إلى أداء ممكن نعصرها وممكن نكسرها وممكن نقتل الفرحة فيها ونقتل السعادة فيها ونزود فيه الوجع والمظلومية عشان حاجة واحدة بس عشان ده يجيب لنا أموال إذا كنا عايزين نتعامل مع الطفل بشكل صحيح فيجب التدرج مع الأطفال في التربية وتعليمهم تحمل المسئولية ده يكون فيما يتعلق بالمطلوب منهم في سنهم ده مهام بسيطة زي إن الواحد يهتم بغرفته يهتم بمذاكرته يهتم بوقته توزيع وقته ويهتم كمان إزاي هو يرتقي بنفسه شيء في شيء تحت رعاية أو لا تحت رعاية والديه أنتوا فاكرين حضة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا حاجة مهمة في التعامل مع الأطفال وتعامل مع الأسرة كلكم رائن وكلكم مسؤولون عن رعيتي الرجل رائن وهو مسؤولون عن رعيتي والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها مين رعيتها؟ أطفالها مين رعيته؟ أطفاله ففيه جزء من الرعاية فالولد لازم يتم فترة الطفولة تحت رعاية ولزيك إحنا عندنا مفهوم اسم ومفهوم الحضانة ومفهوم اسم ومفهوم النفقة عشان يفضل ولد في حالة رعاية يبقى لازم نفهم لو الطفل عرف أن المطلوب منه وتشجع على تنفيذه هيعمله وهيوصل للرجولة شيئاً في شيئاً منع الطفل من البكاء مثلاً بحجة أن أنت بقيت راجل والرجال ما بتعيطش ده نوع من أنواع انتهاك الطفولة التعدي على الطفولة ليه؟ لأن أنت بتكلفه ما لا يطيق تذكروا أن حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للمرء أن يكلف نفسه ما يطيق قالوا كيف يكلف نفسه ما لا؟ قالوا ليس للمرء أن يزل نفسه رسول الله بيقول ليس للمرء أن يزل نفسه قالوا كيف يزل المرء نفسه يا رسول الله قالوا أن يحمل النفسه ما لا يطيق ما تحملوش الأطفال ما لا يطيقون ما تجيش تقول له أنت بقيت راجل ما تجيش تقول له أنت لازم تبقى مسؤول أنت لازم تكتسب إحنا في حاجة إلى أن أنت تكتسب رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن المدة بتاعت الأطفال دي هي مدة التعليم فشوف قال ليه حضرت النبي علموا أبنائكم السباحة والرم والمرأة المغزل يعني حضرت النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن احنا نعلم الأطفال ما يتناسب مع حياتهم فالمقصود هنا أن تعليم الأطفال المهارة وتنمية قدرتهم وعشان كده عمالة الأطفال ما فيهاش رحمة ما فيهاش رحمة بيهم ولا باحتياجاتهم أنا أقول لكم حاجة أنا من العادات اللي بحبها في بعض الأحيان بيجد ناس بيقصوا على ناس وبيرموهم في الشارع عشان يجيبولهم أموال وبحس أنهم أتر الطفولة فيهم أنا بحب أن أديهم حلوة أو أديهم طعام عشان الولد دوت أكثر فيه أنه سلعة وأصح فيه أنه بني آدم فاحتياجاتهم لازم يعيشوا سنهم ويأخذوا فرصتهم في التعليم عارف أن بعض الأهالي بيضطروا أن أولادهم يشتغلوا ويساعدوهم عشان ظروف مرض العائل بتاعهم أو عجزوا عن العمل نعم وفي سوق الأحوال المالية الشديدة بيكون لازم بقى إذا اضطرنا لده أن احنا نراعي الظروف نراعي ظروف العمل اللي بيتعرض لها الطفل وإن كان ولابد أن الطفل يعمل فمش بقبول أن احنا نخرجهم من مدارسهم ولكن يعملوا في أوقات الأجازات وبشروط شديدة السرامة فيما تعالق بالأطفال اللي يمكن أن يعمل بيها الأطفال ولابد أن احنا نقول أن الشروط دي لازم تشتمل الشروط دي على أول حاجة لا يجوز أن الأطفال يعملوا في أعمال بدنية شق ولا يضطر الطفل لحمل أشياء ثقيلة أو المشي لمسافات بعيدة أو تعريضه للخطر سواء الخطر ده خطر الطريق أو خطر المواصلات ولا يستخدم أدوات حدها خطيرة ولازم نراعي فترات العمل للطفل وأنه يحصل على وجبة مناسبة ومشبعة حد يقول أنت بتقول حاجات ما بنعمل عاش مع الكبار خلاص نمنع شغل الأطفال حتى لو في ده ونوفر لهم ما يجعلهم يستمروا في حياتهم الطبيعية الحياة الثالثة مراعاة الظروف البيئية وعدم دفع الطفل العمل تحت أشعة الشمس المباشرة في الأيام الحارة أو في الأيام أو أنه إحنا نحطه في البرد الشديد لازم كمان نراعي عدم إهانة الطفل أو ضربه أو إجباره على أنه ينفذ مهم شقة ما تتنسبش أبداً مع عمره وكمان لازم نعطيه نقطة الطفل حقه المادي كامل مقابل عمله زيه زي الكبار ولازم للتزم بعدد ساعات عمل للطفل ودي الحاجة الستة لسنه وعدم إجباره على مواصلة العمل لساعات طويلة بعض الأهالي بتجبر أيالها يشتغلوا في التسول أو في أي مهنة وهم نفسهم مش بيشتغلوا آه دي أنا آسف يعني دي محتاجة تعبير قوي إن الأب يبقى قاعد وهو قادر على الكسب وقادر يشتغل وشغل ابنه دي نوع من أنواع إن إنحطاتنا آسف يعني ابنك اللي هو أكتر حد عايزه يكون مرتاح وعايز يكون إيه اللي أنت بتعمله ده ويدخلوا ويبقى الأسلفار هم اللي بيصرفوا على البيت وحضرته هو مش قادر يعمل ده لازم نفرق بين إن يكون الطفل سند أبوه وإن الأب يعامل ابنه على إنه ملكي ليه وسلعة هو بيملكها ممكن يعصرها وينزل منها فلوس زي العبيد يعني حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال للأب القاسي ماذا أفعل إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك إحنا عايزين الناس متخافش من دي الرزق فتدفع الأطفال للعمل البنت قالت بنت الصالح قالت لأبوها ما عيدناك يا أبي رزاقة ولكن عيدناك أكالة أنا عايز أقول لكم إن عملت الأطفال حاجة بتصرخ في وشنا لإني هي بتجمع مشكلات كتيرة عارفين عملت الأطفال بتبقى أحد أهداف زيادة السكانية مش بس بي الأطفال إن في ناس بتخلف عشان الأطفال يبقوا عزوة لكن بيخلفوا الأطفال عشان الأطفال يبقوا حصالة أنا آسف أطفالنا اللي ربنا سبحانه وتعالى كرم البشرية بإني يكون فيه أطفال ولما حب مولانا يعبر عن جميل الوصل الرباني قال من حجة ولم يرفس ولم يفسق عادة كيوم ولدته أمه الموليد الأطفال أصحاب البراءة والفطرة اللي احنا بنقتلها بالعمل فيخلف قد ما يخلف وتزيد 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 أعداد السكان عشان هو هقايز حضرتك يطلق ولاده في الغيط أو يطلق ولاده في العمل ويقعد يعمل إيه يلم الحصيلة بتاعتهم بعد كده ونحاول بقدر الإمكان يفهمه أن أنت لو جمعت مال أنت في الحقيقة بتجمع أحقاد هؤلاء الأطفال بتجمع رماض هؤلاء الأطفال فلازم نعرف أن الأطفال ربنا خلقهم في حياتنا عشان يعملوننا أدوار من أن الأطفال دولة هو باب الأمل الواسع في الحياة كل يوم جديد أنت بتتولد كطفل طب إذا كنت بتعمل في الطفل ده هتعمل في إيه في الطفل اللي جواك هتخلي الطفل الجواك يشتغل السكة سائعة فيه ناس كتيرا بيقولوا إحنا بنعيط من جوا لأن احنا حاسين أن طفولتنا وبرائتنا اللي في قلوبنا ماتت الأطفال كمان رمز للبراء فكل ما بتهيني البراءة دي كل ما الناس الطيبين بيتراجعوا في حياتنا الأطفال كمان باب الرحمة اللي موجودة فلزاك لازم نرحمهم لازم نعرف إن احنا بنقف أمام أمام عمالة الأطفال مش بنقف قدام عمالة الأطفال بس ده احنا بنقف أمام طبور من الفساد المجتمعي بنقف أمام فساد زيادة الخلفة أمام فساد استغلال الناس لبعضهم أمام فساد عدم تأهيل الوالدين على إنهم يكونوا أباء وأمهات راشدين احنا عندنا طبور طويل واحنا بنقف أمام ده معمالة الأطفال لازم نتكلم عنه حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان زي ما بقول كده بيدوب قلوبنا مما نشوف الأطفال يشوف سيدنا الحسن والحسين فيحتضنهم ويضعوا على فاخذي وهو بيلعبهم وبيقبلهم فيدخل الرجل يقول له عندي عشرة من الأولاد يبدو إن ده شبه شبه الناس اللي عندنا بيخلفوا كتير عشان إيه الولادهم يعملوا يشغلوهم حصالة عندي عشرة من الأولاد ما قبلت واحدا منهم قبل ماذا أفعل إذا حضرت النبي يروح على طول معلمنا الدرس ماذا أفعل إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك نعمل إيه بقى عشان نواجه هذه الظاهرة اللي هي في الحقيقة بتنتهك فطرتنا وبتنتهك المجتمع في أعز ما يجب أن يحافظ عليه وهو ماذا وهو المستقبل وهو البراء وهو الرحمة عارفين الرحمة هي اللي بتمسك ما بين لبينات المجتمع ولزيك عمالة الأطفال لا تستهينوا بيها عمالة الأطفال في الغالب ممكن تفكك المجتمع فلزيك احنا مش هنسمح بدا وعشان كده لو شفت طفل أول إجراء إذا شفت طفل بيتعرض لأي انتهاك من أي نوع لازم تساعده وإنك تتصل بخط نجدة الطفل إنه يتمنى ستاشر تقلت صفار ليه ستاشر قلب تتصل بنجدة الطفل عشان نمنع الكلام ده عن الايه؟ عن الطفل إنه يحصل ليه انتهاك لهذه الطفولة أمر الثاني احنا لابد إن احنا بشكل واضح يبقى عندنا كده حس مجتمعي للمراقبة على الأماكن اللي فيها عمالة الأطفال إن احنا يبقى عندنا توجه في مؤسسات المجتمع المدني للتعامل مع فكرة عمالة الأطفال الناس تحاول بقدر الإمكان تعمل جزء من العمل التطوعي في مكافحة عمالة الأطفال الحاجة المهمة كمان احنا لازم يبقى الناس كلها المهتمين لازم نعمل برامج توعوية ولازم نخلي ملف لازم نخلي مسألة مكافحة عمالة الأطفال أحد أهم البرامج التي يتم تدريب الدعاء عليها إزاي يكافحوا عمالة الأطفال خلي بالكم أن عمالة الأطفال دي هي ممكن لتجر الناس إلى التطرف والإرهاب فلازم يبقى جزء من برامج تأهيل الدعاء أنهم يتدربوا على مسألة مكافحة عمالة الأطفال كمان لازم نروح للأهل نعلم الأهل حاجة تانية لازم نعمل بدائل للناس اللي بيشغلوا أولادهم نعمل بدائل إيه البدائل اللي احنا نعملها لهم نخلي الأب والأم يتعلموا مهارات جديدة وانتيح لهم أعمال في مقابل أنهم يتركوا الأطفال يتعلموا وأنهم يعيشوا حياتهم خلي بالكم أن في أعمال فنية لما كانت بتحكي عن تحاول الشخص إلى بلطهي أو إلهابي بسبب أنه من هو صغير كان بيشتغل في العمل الكلام ده ما كانت شيء فقط زي ما بيسمون الناس تمثيل لكان بيكشف عن واقع يا سادة أنا خليتي للحلقة النهاردة دي بهذا الرتم وبهذا الإصرار لأن في الحقيقة أنا شايف أن الأطفال أجمل ما فينا وأنا شايف أن الطفولة بركة أقول لكم حاجة أنا شايف أن الطفولة مدد من الله كل ما زاد الناس احترام للطفولة وذاقوا حلوة البراء اللي في الطفولة واحترموا الأطفال كل ما الناس دولا كانوا بيكشفوا أكثر مدد وساعتها هيحسوا بالبركة في الحياة والرحمة والخير والجمال يا رب جمينا بمددك وبرحمتك وبتوفيقك وكعالنا نحافظ على هداياك وعطاياك اللي منحتنا إياها بفضلك وكرمك يا رب العالمين واللي على رأسها الأطفال والطفولة بعد الفاصل نلتقي حتى نجيب على أسئلتكم المباركة فبقى ألقاكم بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة برنامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم من خصص لا وقت اللي الجواب عليها وكمان تعليقاتكم وكمان مقترحاتكم عشان نطور البرنامج ده عشان نفضل فيه ترقي في نور ربنا في مجلس العلم اللي ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا بيه جميعا أستاذ أمو محمد معنا من إسكندرية أتفضلي أستاذ محمد أيوة السلام عليكم الله يبارك وحباك أستاذ محمد لو سمحت لو تتكرمي علي توطي التلفزيون وتسمعيني من التلفون لو تكرمت أنا هي حاضرة حاضر حاضر اتفضلي يا ستة محمد لو سمحت عم الشيخ أنا كان ليا سؤال كده بعد إذن حضرتك اتفضلي انا كان ليا مرضتي انا معي احنا أربع بنات هو أحد وإحد فأنا معي أخوي لسه متجوز جديد تمام فأمرضه مش كويسة معنا نهائي ومعي بنت لسه بنت بنوت أختي في البيت فهي قرهاها خالص كالبيت وبتعمل مشاكل معاها وقوم أخوي علينا ويتعتبر خسرتنا بعض هؤوما عاديين في نفس البيت اه عاديين معنا في نفس البيت بس مش في مكان يعني مش في مكان والدي طيب يعني أنتوا عاديين في بيت واحد فأهم كل واحد في شاء اه في كل واحد يعني أنا والدي وكده عامل دور كامل لولدتي ولينا وأخوي دور كامل بعيد عننا يعني طيب هاديك فين السؤال بقى طيب السؤال هي مرات أخويا دلوقتي عاملة مشكلة كبيرة وتهمنا في كلام ما حصلش وتهمنا في مشاكل كثيرة وهي حاليا غضبانة عند بيت أبوها من لنا إحنا تمام فهي كل يعني كل اللي هي عايزة اللي هي تخسرنا بعض وخلاص ومشايلها أخويا من ماما وكده السؤال بقى السؤال 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 هل ده يكفي أن هو يطلقها لا هو ما طلقهاش ولا حاجة يعني طب وإسأليني سؤال يا أمم حم بس هو ما بي يعني هو بيسمع كلامها هو بيسمع كلامها بكل حاجة أمم حمد أمم حمد أنا عارف أن أنت موجوعة بس إسأليني سؤال عشان أجاوبك عليه أنت عايزة تعرف تتعامل إزاي مع الموقف ده خلاص على دماغ من فوق أقول لها هل هيك تتعامل إزاي بصوا يا جماعة إحنا دلوقتي لازم نعرف أن إحنا إحنا أزن بنكلم بصراحة يعني أنا وأنا متكلم في الفاتوى لازم أراعي السياق اللي إحنا فيه أراعي التفاصيل مجتمعنا إحنا تفاصيل مجتمعنا بنحب البهارات شوي يعني ونحب المبلغة فإذا اختلفت وفي كلام إحنا بنعتبره يعني أنا قلت الكلام ده محمد عتقول لي والله يكلمني الكلام اللي أنا فهمه اللي هو كلام إيه لما أجأ أقول لها فوتي إحنا عندنا الكلام ده بنقول إن إحنا الراعي لاختلافات اللي بينا مرات أخوكي واحدة متجوزة في وسط إخوات بيعتبروا إن أخوهم دهت اللي فضلوهم فمسكين فيه وعندكم حق بس هي المسألة كلها إن مسكنكم فيه ده لازم يبقى الراعي فيه إن فيه واحدة جاية مش بنفس بيعتنا إحنا مختلفين عنها فلو إن إنتوا كنتوا فوتوا اللي إحنا بنسميه قدرتوا الخلاف بينكم وعيشتوا بالتراضي وحاولتوا توجدوا حاجة بينكم كانت المسألة تحلت بس للأسف إنتوا ما عملتوش كده طب نعمل إيه دلوقتي أول حاجة نقعد مع بعض ونتكلم بعض إنت بتقولي هي مش رادة تقعد معنا نقول لهم لا تعالي تعالي نتكلم ونتراضى نعمل إيه مع بعض يبقى أول حاجة عودوا مع بعض واتصافوا واتكلموا مع بعض وتذكروا إن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيرهم الذي يبدأ بالسلام يبقى خيرهم الذي يبدأ بالسلام إنتوا لو بديتي بالسلام إنت الأفضل طب وكده اللي حصل هتحافظ على أخوك ومحبة أخوك الأمر الثاني تحذير اوعي تسعي في خراب بيت أخوك آه إنتوا عندكم دي شطان أول ما فيش شطان ولا حاجة إنتوا كل الحكاية إنتوا الاتنين مختلفين حتى لو هي ارتكبت معصية في حقكم فهي ما زالت مسلمة ما زالت معاكم في نفس في نفس إن هي فقيرة وفي نظر الله سبحانه وتعالى فيبقى اوعوا تسعوا في خراب بيت أخوك الأمر الثاني هو فين الدعاء يا جماعة ما ندعي كده إن ربنا يصلح الحال يبقى أنت هتبتدي بإيه بالمحبة وتحافظ على بيت أخوك وتدعي التلاتة دولة هيغيروا حاجات كتيرة جدا 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 في حياتكم معنا الأستاذة فاطمة من المنوفية السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته زي حضرتك يا شيخ نعم وفضل الحمد لله ده أنا بحب والله كلام حضرتك جدا والله يريحني كتير والله يا دكتور على رأسي والله كل عام حضرتك بخير الله يبارك في حضرتك يا رب والله يا دكتور عزيزي حضرتك تدعيلي يا ربنا يفرج هامي وفيكو قربي ويا إني على الناس اللي عملة تظلمني بالحق وبالباطل لأن هم عملين يدعو علي بكلام أنا مهاش في وعملين لي مشاكل وعايزين يسيب لي أسيب محلي وكلام ده كله فأنا نفسي حاجة يعني هم عايزين يكتزيني محلك أي وعملين يأس وصاحب المحل علينا ويقولوا كلام أنا مهاش في أنا عقول لك شوية حاجات أنا عقول لك شوية حاجات أول حاجة أول حاجة تعمليها أن أنت تراجع شويتين ثلاثة طريقة عملك يعني ما تعتبريش أن أنت أنا والله بتعامل مع الناس بطيابة لا أنت تتعامل مع الناس بإدارة يعني أنت وموجودة وأنت عندك المحل ده تديري محلك تديري محلك يعني إيه أنت تبقى محافظة على ده لأن إيه اللي بيحصل إن الله يحبه إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه اتقني عملك هذه أول حاجة يعني إيه اتقني عملك ما تقوليش والله هم معوقيني ومش عارف أشتغل الحاجة التانية والمهمة لازم فيه حاجة اسمها سيانط العلاقات لما لاقي الناس كتير جدا بتلميين علي وبتدوا يقزوني أراجع نفسي وأنا بعمل إيه بتخلي الناس تتقلب علي عارفة مصطلح تتقلب علي دي آه يبقى أنا محتاج أن أنا أراجع يبقى محتاج أن أنا أصون علاقتي يعني أنا لو بتكلم كتير عن الناس أتوقف لو إن أنا إسمعيني لو إن أنا بقول كلام صعب عن الناس أتوقف لو إن أنا بحاول دايما أدخل في صراعات أتوقف منها الكلام ده مهم جدا يا سيدة فاطم الحاجة الأخير اتفضلي أنا عارفت إن أنا ما كنت بتكلم مع الناس وكده أنا دروقتي تجنبت كل وعبت بيتي بقى تتجه لتعاء وتتجه للصلاة دي تالت حاجة بقى دي تالت حاجة بقى إن أنا عايز أقولها لك إن أنت لازم تغير علاقتك بمولانا سبحانه تعالى يعني تحسني طريقتك وعلاقتك يعني الكلام اللي أنا أقولت لك ده أظنه مناسب لحالتك قوي طيب أنت بقى عايزة ويبدو أن أنت عايزة تسأليني سؤال تاني عايزة أبتدي علاقة جديدة مع ربنا من كل شيء وأبعد عن أي حد زيني وعايزة تبقى علاقتك بربنا بس سبحانه وتعالى تعالي أقول لك تلات حاجات تبتدي بيهم أول حاجة تحفظ على فرائدك تاني حاجة تدوري على سونة بتحبيها وتعمليها تالت حاجة كالطرية ذكر الله وخاصة الصلاة على حضرة النبي حافظ على الفرائد ما تدرعيش فرائدك وعلى صلاة الخمسة تحافظ كمان على السنن وتعمليلك كمان صدقة لطيفة تعمليها وتحافظ عليها زي صدقة الكلام الطيب صدقة من إنفاق من المال تالت حاجة تكتري ذكر الله وخاصة الصلاة على حضرة النبي لو عملت ده أعتجد نفسك بتتقدمي لقدام وتستطيع أن أنت تصل إلى ده بس بحذرك من حاجة الوقت اللي أنت فيه ده في ناس كتيرة بتروح بقى تتعلم شوية علم إيه تسمع كتير من الفيديوهات وتبتدي تتحول إلى الحكم على الناس الناس دولا ما كانوش مؤمنين لما عملوا كده فيه أنا بحذرك اللي أنت تعملي كده خليكي مهتمية بقلبك خليكي مهتمية بنفسك عشان تقدري تصلحي ما بينك وبين الله من أصلح نفسه أصلح الله ما بينه وبينه فلازم نعمل كده معنا يا أستاذ محمد السلام عليكم عليكم السلام عليكم معك محمد بحمود يا فعند أنا وسأل يا سيد محمد بس إذنك بس أنا مستمع لحضرتك بس سؤالي في حتة تحديد الطفل لسحد سنة كامل تعني كده تحديد سن الطفل يعني آه طيب قولي طيب أنت إيه بقى بتسأل فين الطفل عندنا في قانون الطفل إلى 18 في قانون اسمعي في حكاية الشغل بس أنا عزي عرف الطفل يعني لحد سنة كامل إنه ما يشتغلش في الشغل ما يبتديش قبل سن 16 ولو ابتدى بعد بعد سن 16 نحن عندنا الطفل بيستمر لغاية سن 18 لو ابتدى بعد سن 16 ليه شروط محددة آه نص عليها قانون 12 لسنة 2003 فيما يتعلق بعملة الأطفال وهناك مشروعات لتطوير هذه الشروط في القانون في التعامل مع الطفل أنت لو بتسأل هل الكلام ده شرعي؟ طبعا شرعي طبعا شرعي ليه؟ لأن إحنا دائما مع الحفاظ على الأطفال والسعي الحفاظ عليهم بشتى الصور اتفضل سؤالك فين يا سيد محمد؟ أنا سؤالي بس كان في موضوع تحديد السن لما كنت باستمع لحضرتك محددتش موضوع السن يا شيخ؟ أنا قلت لحضرتك ما يشتغلش قبل 16 عشان قانون 12 لسنة 2003 ما يشتغلش قبل 16 ولو يشتغل قبل 16 ولو يشتغل بعد 16 فيه شروط معينة إنما سن الطفولة لنص عليه قانون الطفل هو 18 سنة يا سادة الكلام اللي احنا تكلمناه فيه ما يتعلق بعملة الأطفال كلام خطير ومهم وعشان كده لازم نهتم بيها وتذكروا إن من مقاصد الشريعة الحفاظ عن نفس وأنا عايز أقول لكم في عين الحفاظ عن نفس الحفاظ كمان على الإنسانية والحفاظ على نفسية الناس وعشان كده لازم نهتم بنفسية الأطفال فاصل ونرجع نكمل على أسئلتكم المباركة ولكن بعد الفاصل